لكن اسمحولي ان انا ابدأ بالموضوع الاساسي واللي جزب انتباه قطعات واسعة جدا من المجتمع وهو موضوع تغيير الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي قدم استقالة حكومته للرئيس عفتاح السيسي الذي اعاد تكليفه كرئيس للوزراء بتشكيل حكومة جديدة الخبر مفوش مفاجأة احنا عارفين ان مع بداية المرحلة الرئاسية الجديدة ستكون هناك حكومة جديدة والناس اتكلمت كتير في الفترة اللي فاتت حوالين هذا الموضوع وكان فيه تكاهنات ولا تزال التكاهنات دي موجودة والناس عملة تتكلم والحكومة دي شكلها ايه وتعمل ايه هو تغيير اشخاص ولا تغيير سياسات ولا ايه الحكاية ردود الافعال تبينت عقب تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة في جانب من الاعلامين خرج يقول لنا الدكتور مدبولي رجل عظيم له انجازات ونريد ان نكرمه لكن كنا نتطلع الى رئيس وزراء جديد جانب اخر قلقى الدكتور مدبولي رجل بزل جهدا كبيرا خلال السنوات الماضية وواجه مشكلات وتحديات وكان الاقتصاد وضعه يعني بعافية واستطاع ان يصمد بحكومته امام تحديات كثيرة ليس اقلها الكورونا والحرب الروسية الاوكرانية بكل تداعيتها بمسألة الديون بالتحديات الاقتصادية بالسيولة النقدية بالبنك المركزي بكل التحديات اللي احنا شفناها الفترة الماضية فالدكتور مدبولي له انجازاته واذا كان تحمل شزف الوضع الاقتصادي الفترة الماضية مع انفراجة في الازمة الاقتصادية لا بد ان يكون في موقعه حتى يستمر في سياساته الاصلاحية التي بدأ طبعا وجهة النظر احنا شفناهم وسمعناهم ولكن كان في قدر كبير جدا من تأييد استمرار الدكتور مصطفى مدبولي طبعا الحكومة قامت بمجموعة من الاصلاحات احنا تكلمنا عنها قبل كده كتير وكان لها تكلفة كبيرة ايضا عن المواطن احنا دايما بنتكلم عن الموضوع ده ولكنها ماضية في سياستها النهاردة غادرت بعثة صندوق النقد الدولي بعد المراجعة الثالثة التي اجرتها بشأن القرد اللي حصلت عليه مصر مصر كانت حصلت على قرد ثلاثة مليار ثم زاد الى ثمانية مليارات نتيجة الظروف والتحديات الاقليمية اللي بتوجهها مصر بحثة صندوق النقد الدولي هتتلقاها مصر واصدر تقييما في تصريحات لمديرة الصندوق فيها قدر كبير جدا من الاستبشار والايجابي قالك اولا التضخم فيه سيطرة علي دلوقتي سعر الصرف افضل القطاع الخاص بينتعش فيه استقرار على مستوى الاقتصاد الكل وان ظلت مصر بتواجه التحديات الاقليمية نتيجة حرب غزة وما يستدبعها من تحديات تتعلق بالملاحة في منطقة البحر الاحمر وطبعا دلية تداعيات على قناة السويس طبعا التقييم ده جيء مواكبا لتشكيل الحكومة الجديدة وده يعني بيعطي انطباع ان السياسات اللي اتخاذتها هذه الحكومة في المرحلة السابقة احدثت نتائج اي نعم الناس كثير منها بيشكوا من زيادة الاسعار الضغوط الاقتصادية مسائل المتعلقة برغيف العيش والكهرباء وتوقعهم بزيادة اسعار البنزين وده كلام احنا قلناه الاسبوع اللي فات يعني الناس لديها قلق ولديها قدر من الامتعاض وده حال الاجراءات الاصلاحية عموما في المجتمعات لما يبقى فيه اجراءات اقتصادية مؤلمة عادة بيكون لها تداعيات على الناس ولكن احنا برضو يجب ان احنا نتذكر دايما ان الحكومة اتخذت اجراءات ايضا للحماء الاجتماعي وللدعم الاجتماعي رفعت الحد الادنى للاجور بلغ ستة الاف جنيه زودت المعاشات زودت الكثير من الخدمات قللت الضرائب يعني حولت بقدر المستطاع انها تخفف من غلواء الوضع الاقتصادي صحيح الوضع الاقتصادي مؤلم وشديد وكلنا عارفين وعايشينه لكن برضو لابد ان نضع في اعتبارنا ان احنا بنتطلع ان السياسات الحكومية تؤتي بنتائج افضل في الفترة القادمة طبعا احنا نقف وقفة كده قدام مسألة مهمة احنا حتى الان مش عارفين من هي الحكومة الجديدة وكل التكهنات اللي بتتقال لا اساسها لها من الصحة يعني كتاب وصحفيين واعلامين وسياسيين يعني الناس تحب دايما تبقى في دائرة الاضواء وتقول تكهنات الوزير فلاني هيمشي الوزير العلاني هيجي لكن احنا مش عارفين على وجه التحديد ما هو التصور للحكومة القادمة ربما نعرف خلال ايام القادمة لكن واضح ان فيه تكتم شديد يعني رئيس الوزراء بيجري مشاوراته لتشكيل الحكومة في تكتب من شديد يعني احنا مش عارفين على وجه التحديد ما هو تركيبة الحكومة القادمة لكن نقدر نقول تطلعتنا او املنا بشأن هذا الوضع اول حاجة الناس كلها بتتكلم على مجموعة اقتصادية متجنسة نحن نحتاج بالفعل الى مجموعة اقتصادية متجنسة لان الوضع الاقتصادي هو الوضع الاكثر الحاحا وضغطا على المواطن في المجتمع المصري انا مش عارف كيف ستأتي هذه المجموعة المتجنسة سواء كان على مستوى الافكار والسياسات وتطبيق هذه السياسات لكن ده احد المطالب اللي الناس بتتكلم كانت فيها على نطاق واسا وهي نفس الناس اللي كانت بتتكلم في وقت من الوقات بتقولك عزيز رئيس وزراء من خلفها اقتصادية ولكن هذه ليست الاشكالية يعني باعتبار ان رئاسة الوزراء هي يعني لا تتطلب بالضرورة خبيرا اقتصادية ولكن تتطلب القدرة على قيادة عمل وزاري متناغم ومتجنس وقادر على تحقيق الاهداف الموضوع ودي النقطة التانية احنا محتاجين مع هذه الحكومة الجديدة ان نعرف ما هي اهداف وتصورات الحكومة الجديدة للمستقبل تعلن بشفافية وبوضوح تعلن عن رأي العام على طبعا البرلمان ده طرف اساسي لكن تعلن ايضا على الحوار الوطني وعلى المواطنين وعلى المجتمع المدني نقراها وندرسها ونتكلم فيها كل ده ليه عشان الناس تعرف تعرف ما الاعباء التي تتحملها وما السمارة التي تتطلع اليها لكن فكرة ان الناس بتفاجأ بقرارات دون تمهيد كافي او حتى بتمهيد بسيط ده امر دايما يقلقهم ودايما فيه تطلعات غائمة تجاه المستقبل بالنسبة للناس انا بتكلم عن المواطن العادي اللي خايف من الاسعار وخايف من المستقبل وخايف من الضغوط الاقتصادية اللي عليه دي رسالة الحكومة انية تعرض رؤيتها وافكارها والناس تتناقش حواليها ودي اللي بيدعم مواقفها وحتى لو اتخذ القرارات مؤلمة سيكون هناك تمهيد بالنسبة للناس وتدرك ابعاد هذه القرارات وده اللي دايما بيحملنا للتفكير ان التغيير مش تغيير بس في الوجوه ولكنها تغيير ايضا في سياسات واسلوب عمل ومواقف احنا منح يعني لازم نحسس الناس ان القضية مش قضية ان فلان جي وفلان مشي لكن القضية في الاساس ان فيه رؤية جديدة دم جديد سياسة جديدة فكر جديد ده اللي الناس محتاجة ان هي تعرفه ومحتاجة كمان ان هي تتعلق بيه او تتشبس بيه مسألة اساسية ان الوزير اللي جاي ده انا مش عايز اكبل ايديه وهو جاي للوزار احنا محتاجين نفكر نديه له بيئة ممكنة لي للعمل وهادئة يستطيع ان يعمل فيه يعني يختار مسعدي يختار نوابه يختار فري العمل يختار مستشاريه اللي بيشاركونه في الرؤية والعمل والافكار صحيح ومش يقدر يغير الجاز الاداري وما ينفعش يغير الجاز الاداري في وزارته لكن على الاقل فريق العمل المحيط بيه يحمل رؤيته ويسعى الى تحقيقها ولا يكون الوزير عنده ضغوط من داخل عمله وضغوط من خارج عمله فيصبح البيئة بالنسبة له مفشلة لا انا عايز الوزير يكون عنده صلاحيات وقدرات على اتخاذ القرارات وده لن يتسنى الا بتمكينه بالفعل باتخاذ القرارات اعلن رؤيتك قول افكارك اتخذ القرارات اللي انت عايزها وبعد كده نقدر نقيم هذه القرارات ونقيم نتائجها على ارض الواقع لكن ما ينفعش انه هو يروح يشتغل دون وجود كادر اداري او فني معاون ليه نقطة اخرى مسألة الناس محتاجة تفهم اولويات الانفاق العام يعني في المجتمعات المختلفة في اطار النقاش العام والشفافية اللي موجودة في هذه المجتمعات بتبقى الناس محتاجة تعرف اولويات الانفاق لماذا اختيرت هذه الاولويات ولماذا ايضا يتجه المجتمع بقوة تجاه بعض هذه المبادرات او بعض هذه المشروعات والعوائد اللي هيجنيها المجتمع من وراء ذلك الموارد العامة في كل المجتمعات ليست يعني او في غالبية المجتمعات عادة بيعتريها قدر كبير جدا من التجديد يعني ما بهاش الوفرة والبحبوحة لكن طبعا من خلال ترتيب الاولويات ومن خلال وضع الخطط والبرامج الاكثر الحاحم بالنسبة للناس ده هينعكس على حياتهم وكلما حدث شيء ايجابي بيلاقي حياة افضل بالنسبة له احنا مقدرش ننكر ان فيه تطورات كبيرة حصلت في المجتمع المصري خلال الفترة الماضية تطورات على مستوى برامج الحمال الاجتماعية على مستوى المنشآت على مستوى الطرق على مستوى مدن جديدة لكن برضو الناس لا تزال محتاجة ان هي تعرف اكتر هذه البرامج وهذه المشروعات وتعرف عوائدها بالنسبة لهم وتعرف ايضا طبيعة وضعها في سلم الاولويات يعني احنا لما جينا شفنا مشروع رأس الحكمة عرفنا ان المشروع ده كان فيه برامج ومشروعات بنية اساسية مؤهلة ليه ربما الناس ما كانتش على وعي بيها بدرجة كافية احنا محتاجين ان احنا نعرف كل هذه التفاصيل وده جزء من تواصل الحكومة مع المجتمع شففية الحكومة مع المجتمع وايضا المساءلة والمحاسبة وده جزء من التراث الديمقراطي الحكومة لا يحاسبها فقط اعضاء البرلمان او الرئيس ولكن ايضا يحاسبها المجتمع العام والاعلام والاحزاب والمواطن العادي لان احنا في الاخر نتحدث عن ادارة الدولة التي نحن جميعا اعضاء بها نتمنى ان تأتي حكومة تلبي تطلعات المجتمع المصري ترجمة نانسي قنقر